الجزء الثاني مرحبا شباب مرحبا أهل الطحالب هذا الجزء الثاني هاي ناس نغثى من الجزء الأول ما يخالف تواصلني تواصلني الكلام التي تكتبوه نرجع نكمل اللي ما شاه في الجزء الأول خلي رجع يشوفها أهم نقطة لا تقلل الإنارة لا تلعب بالشدة مالتها هاي نقاط كلش مهمة لأنه الحوض انتضم والسيطر والتزن على هاي الشدة وهذا الوقت اللي انت ثبتت هاي نقاط كلش مهمة هاي دائما نقول شغل 6 ساعات أو 5 ساعات ستندر ثاني نقطة لا تلعب بالغاز لا تقلل للزيد كل يوميا حاول إذا عندك مشكلة بالطحالب إنه عرف إنه غازك قليل حاول الزيد زيد شوية وعوف أقيس بالPH أقيس من المقاييس اللي احنا شرحين بفيديوهاتها عرفت غازك نقص عدله تمام بعدها حاول لا تستخدم كاربون سائل بكثرة استخدمت مرة استخدمت مرتين مفاد أوف لحد هنا وهو انتهى حدها حاول إنه تعرف إنه الكاربون السائل مو الحل الأول والأخير الحل الأول والأخير هو استقرار الحوض الكاربون السائل بتراكيزة عالية يشتغل بإزارة التحالب فورية ولكن إذا كان حوضك بكاربون بـ CO2 غاز CO2 فاعرف إنه الحل ورا استخدام الكاربون ورا سبوعين أو ثلاثة سابيع يلا يبين النتيجة وإذا كان حوض بدون غاز أربعين إلى سبعين يوم يلا تبين النتيجة وأنا متأكد من كلامي من كتاب تكاشي أمانو كاربون سائل ويا نباتات بسيقان مثل لوتويجة وروتيلة وغيرهم تذب مي بشط تذب حبر بشط تذب يعني فلوسك بالنهر ما مستفد منها قصة الساقل العلوي إزرع الساقل العلوي بدل السيقان السفلية وكثف الحوض وعوف الموضوع هو هذا الحل لأنه معالجة ظهور الطحالب قلنا ثلاثة سابيع نمو النباتات السريع بأسبوع أسبوعين تخلص من الطحالب نقطة كلش مهمة سبب ظهور الطحالب هي مادة اسم اسمه الدايتومز الدايتومز هو نوع من أنواع البكترية واللي تتكون على نباتات اللوتك الانوبياس بوسي فلاندرا يصير شكل أكسجين فوق النبات تتظن أنه هذا الأكسجين دي يطلع من نبات هي هاي سببها فاد اسم فاد مصلح طوي هو بايكرو فول كايا هيتشي هذا سببه الطحالب الحلول مادة تتركه وتضبط الدورة البالوجية السبب الطحالب وأسباب أخرى خلنا نذكرها دورة البالوجية العاوية المي التعبان اللي بداخل الحواض والتغير بانتظام عدم انتظام واستخدام الأسمي له شرحي على هاي بعديا باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة